السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ححل معاكم ثلاث نماذج من نماذج اختبار الاستماع النهائي للصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثالث وهذه النماذج هي من عمل معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية جزاهم الله كل خير وبالمبدأ بالفيديو بتمنى من كل اللي بشاهد الفيديو انه ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ باسم الله بالنموذج الأول سنقوم بالاستماع إلى النص وبعد ذلك حل الأسئلة التي تتعلق بهذا النص هل تستطيعاً؟ اسمع ونقوم بالنموذج الأول أحد ماذا كان يفعل الناس عندما كان ينتظر على البس؟ كان يتحدث على الناس سنقوم بالنموذج الأول 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة 8 وبعد أن استمعنا إلى النص نقوم بحل الأسئلة السؤال الأول ماذا كان يفعل الرجل بينما كان ينتظر البص؟ هل كان يتكلم أم يتحدث أم يرسل رسائل في هاتفه الخلوي؟ كانت الإجابة ماذا يفعل الناس حول المنزل والذي لا يعجبك أنا لا أستطيع أن أتحمل أن يتناول الناس طعامهم بينما يستخدمون ماذا؟ هواتفهم أم اللابتوب الخاص بهم أم الكمبيوتر؟ كانت الإجابة ماذا سيحصل إذا درس جيمي للامتحان؟ ربما سوف يحصل على درجات عالية أم درجات جيدة أم درجات كاملة وسينجح كانت الإجابة كانت الإجابة أجب أن تتعلم أن يتناول الناس نوع 5 هذا هو باتريك لوغان هو باتريك لوغان هذا باتريك لوغان لعب كرة القدم لم أرىه أم أتحدثه أم أعرفه أنا لم أراه أم أقابله أم أعرفه كانت الإجابة أم أعرفه نوع 6 كم هي المدة التي سيبقى بها؟ about 3 months almost 3 months أم nearly 3 months كانت الإجابة almost 3 months نوع 7 ماذا تفعل في نهاية الأسبوع؟ He's invited me to lunch أم to dinner أم to party هو دعاني إلى الغداء أم إلى العشاء أم إلى الحفلة كانت الإجابة He's invited me to dinner number 8 waiters expect to get a tip that is 5% أم 15% أم 50% of the cost of your meal الجرسون يتوقع أن يحصل على بقشيش والذي يعادل 5% من فاتورة الوجبة أم 15% أم 50% كانت الإجابة 15% of the cost of your meal number 9 المطلوب أن نضع إما صح أو خطأ صباح did not buy the bracelet صباح لم تشتري الإسورة الذهبية هل كانت هذه الإجابة صحيحة؟ نعم إنها إجابة صحيحة the boys are missing their mom's cooking الأولاد اشتاقوا لطبخ والدتهم نعم كانت أيضا إجابة صحيحة إذن الإجابات هي كالتالي number 1 الإجابة He was talking on his cell phone number 2 I can't stand people eating while they're using the computer number 3 He might get a good grade and he will pass number 4 always remember to stand in line number 5 I didn't recognize him number 6 almost 3 months number 7 He's invited me to dinner number 8 15% of the cost of your meal number 9 صباح didn't buy the bracelet ياس إنها إجابة صحيحة number 10 the boys are missing their mom's cooking أيضا هي إجابة صحيحة ننتقل الآن إلى النموذج الثاني النموذج الثاني مكون من خمسة أسئلة لنفس النص الاستماع ولكن كتبت الأسئلة بطريقة مختلفة سنستمع إلى النص وبعد ذلك سنحل هذه الأسئلة هل أنت سنستمع إلى الأسئلة سنستمع إلى النص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 عمله أيضاً إجابة صحيحة رقم باصه هو تسع أيضاً هي إجابة صحيحة والآن وصلت إلى نهاية هذا الفيديو ونهاية حل نماذج الاستماع للصفة الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثالث إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو واضغطوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعيلوا جرس التنبيه وشكراً